السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أصدقاء الطلاب من جديد في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف السابع درسنا لهذا اليوم هو استكمالا للدرس الرابع من الوحدة الرابعة بعنوان إيجاد مفكوك المقادير الجبرية الجزء الثالث سوف نتعلم من خلال درسنا لهذا اليوم أولا إيجاد مفكوك المقادير الجبرية الخطية باستعمال خاصية التوزيع ومن ثم إيجاد مفكوك مقادير جبرية تتضمن متغير وأخيرا إيجاد مفكوك مقادير جبرية أكثر تعقيدا ولنبدأ بالتهية لنستذكر ما تعلمناه في الدروس السابقة فقد تعلمنا عزاء الطلاب أنه يمكننا إيجاد مفكوك أي مقدار جبري باستعمال خاصية التوزيع فمن خلال هذه الخاصية يمكننا ضرب العامل الموجود خارج القوسين في كل الحدود الموجودة داخل القوسين لنجد مفكوك أي مقدار جبري وتطبيقا على ذلك هيا بنا نجد سويا مفكوك المقدار الجبري لاحظوا عزاء الطلاب أنه يمكننا إعادة كتابة هذا المقدار الجبري مرة أخرى في صورة جمع النظير الجمعي لنحصل على المقدار حيث تحولت عملية الطرح داخل القوسين إلى جمع المعكوس ومعكوس العدد positive 1 هو بالتأكيد negative 1 ولنكمل الآن عزاء الطلاب خطوات الحل وذلك من خلال ضرب العامل الموجود خارج القوسين في كل الحدين داخل القوسين أو من خلال توزيعه عليهما ولنبدأ بتوزيع العامل negative 7 على الحد 3Y لنحصل على negative 7 times 3Y ثم نوزع العامل على الحد الآخر وهو negative 1 لنحصل على negative 7 times negative 1 فناتج ضرب negative 7 في الحد 3Y هو negative 21Y أما ناتج ضرب العددين negative 7 و negative 1 يساوي ممتاز positive 7 وبذلك نكون قد توصلنا إلى مفكوك المقدار الجبري لننتقل الآن إلى سؤال عبر عن فهمك صفحة 28 السؤال الأساس كيف تتغير قيمة مقدار جبري عند إيجاد مفكوكه أوقف الفيديو عزيز الطالب واجب على السؤال في كتابك ثم تحقق من صحة حلك أشكركم يا أبطال على محاولاتكم الجيدة والجواب هو بالطبع لا تتغير قيمة المقدار عند إيجاد مفكوكه وإنما هي مجرد طريقة أخرى لكتابة المقدار بواسطة توزيع القيمة على حدين أو أكثر ولنتحقق من ذلك عزيز الطلاب أجيبوا على التدريب التالي أوجد قيمة المقدار الجبري 5 times y plus 2 عندما y equals 3 ثم أوجد قيمته مرة أخرى بعد إيجاد مفكوكه عند نفس القيمة للمتغير y إذن أوقف الفيديو واجب على التدريب ثم أكمل لتحقق من صحة حلك بارك الله فيكم على هذه الإجابات الرائعة ولنبدأ بإيجاد قيمة المقدار عندما y تساوي 3 وذلك من خلال التعويض عن المتغير y بالعدد 3 فعندما نعوض عن y بالعدد 3 نحصل على 5 times 3 plus 2 وذلك يساوي ممتاز بالطبع 25 لننتقل لنحل الجزء الثاني من هذا السؤال وهو إيجاد قيمة المقدار الجبري مرة أخرى ولكن بعد إيجاد مفكوكه فيمكننا إيجاد مفكوك هذا المقدار الجبري من خلال توزيع العامل 5 على الحدين داخل القوسين فنبدأ بتوزيع العامل 5 على الحد الأول وهو y لنحصل على 5 times y ثم نوزعه مرة أخرى على الحد الآخر وهو العدد 2 لنحصل على 5 times 2 وبالتالي نصل إلى مفكوك هذا المقدار الجبري وهو 5 y plus أحسنتم 10 وهيا بنا الآن نجد قيمة هذا المقدار الجبري عندما y equal 3 وذلك من خلال التعويض عن المتغير y بالعدد 3 فنحصل على 5 times 3 plus 10 وجواب ذلك يكون 15 plus 10 لنحصل على الجواب ممتاز 25 وبذلك أعزائي الطلاب نتحقق من أن قيمة المقدار الجبري لا تتغير حتى بعد إيجاد مفكوكه لننتقل إلى سؤال عبر عن فهمك أيضا صفحة 28 السؤال الثاني استعمل البنية كيف يتغير جزء الطرح في المقدار الجبري A times B minus C عند إيجاد مفكوكه أوقف الفيديو واجب على التدريب في كتابك المدرسي أهلا بكم من جديد هيا بنا نتعرف على الإجابة الصحيحة سويا فلنجد مفكوك هذا المقدار الجبري يمكننا أن نكتب هذا المقدار أولا في صورة جمع النظير الجمعي كما فعلنا منذ قليل لنحصل على المقدار A times B plus negative C ولنجد مفكوك هذا المقدار الجبري لابد من توزيع العامل A على الحدين داخل القوسين فنبدأ بتوزيعه على الحد الأول وهو B لنحصل على A times B ثم نوزعه مرة أخرى على الحد negative C فنحصل على A times negative C أما A times B فيساوي AB وناتج ضرب العامل A في الحد negative C يساوي أحسنتم negative A C وبذلك نكون قد حصلنا على مفكوك هذا المقدار الجبري وهو AB minus A C أي أنه يتغير الطرح الداخل القوسين إلى طرح ناتجي ضرب عند إيجاد مفكوك المقدار A times B minus C إلى AB minus A C كما توصلنا إلى ذلك منذ قليل لننتقل الآن عزيزي الطلاب إلى الجزء تدرب وحل مسائل صفحة 29 السؤال 7 أكمل لإيجاد مفكوك المقدار 3 times N plus 7 إذن أوقف الفيديو الآن عزيزي الطالب وأكمل هذه المربعات الفارغة لتحصل على مفكوك المقدار الجبري ما شاء الله عليكم دعونا نتحقق من صحة الحلول معا لنجد مفكوك هذا المقدار الجبري سنوزع العامل 3 على الحدين داخل القوسين ولنبدأ بتوزيعه على الحد N فنحصل على 3 times N ثم نوزعه مرة أخرى على الحد 7 لنحصل على 3 times 7 حيث أن 3 times N يساوي ممتاز 3 N أما 3 times 7 فنحصل على أجل 21 وبذلك نكون قد حصلنا على مفكوك المقدار الجبري وهو 3 N plus 21 ولنكمل أيضا مع الجزء تدرب وحل مسائل صفحة 30 السؤال 20 استعمل خاصية التوزيع لكتابة مقدار مكافئ للمقدار Y times negative 3 minus 8X أوقف الفيديو وأجب على التدريب في كتابك المدرسي أحسنتم المحاولة يا مبدعين دعوني أطلعكم على الحل الصحيح الآن فلنجد مفكوك هذا المقدار الجبري لابد من توزيع العامل Y على الحدود داخل القوسين فنوزع العامل Y على الحد الأول وهو negative 3 لنحصل على Y times negative 3 ثم نوزع العامل Y على الحد 8X لنحصل على Y times negative 8X ولكن من أين أتت أعزاء الطلاب الإشارة السالبة للحد 8X إن أمعنتم النظر أعزاء الطلاب ستلاحظون أن الحد negative 8X هو النظير الجمع للحد positive 8X وذلك بعد كتابة المقدار في صورة جمع بدلا من صورة الطرح ولنكمل الآن لنجد مفكوك هذا المقدار حيث أن Y times negative 3 يساوي أجل negative 3Y وعند ضرب Y في الحد negative 8X نحصل على نعم نحصل على negative 8XY وبذلك أعزاء الطلاب نكون قد توصلنا إلى مفكوك هذا المقدار الجبري وهو negative 3Y minus 8XY ولنختم أعزاء الطلاب هذا الدرس مع سؤال تدرب على اختبار صفحة 30 السؤال رقم 23 ما المقدار الجبري المكافئ للمقدار 1 over 5 times 5 minus 7Y plus 10 أوقف الفيديو عزيز الطالب واجب على هذا التدريب من خلال اختيارك للجواب الصحيح الذي يعبر عن مفكوك هذا المقدار الجبري فتح الله عليكم هيا بنا نصل سويا إلى الحل الصحيح لهذا السؤال ولكن قبل بدء الحل دعوني أطرح عليكم التساؤل التالي هل يمكننا أعزاء الطلاب أن نبسط هذا المقدار قبل أن نبدأ بحلنا؟ أجل ممتاز فكما أجاب زبيلكم علي نعم يمكننا تبسيط هذا المقدار الجبري وذلك أعزاء الطلاب من خلال تجميع الحدود المتشابهة وهم العددين 10 و 5 فبعد تجميع هذين الحدين مع بعضهم البعض نحصل على المقدار 1 over 5 times 15 minus 7Y ولنكمل بنفس الخطوات التي اتبعناها سابقا من خلال توزيع العامل 1 over 5 على الحدود داخل القوسين فعند توزيعه على الحد الأول وهو العدد 15 نحصل على 1 over 5 times 15 وعند توزيع هذا العامل مرة أخرى على الحد 7Y نحصل على أجل 1 over 5 times negative 7Y وذلك بعد كتابة هذا المقدار في صورة جملة الجمع والآن فناتج ضرب الكسر 1 over 5 في العدد 15 يساوي 15 over 5 أما ناتج ضرب الكسر 1 over 5 في الحد negative 7Y فيساوي ذلك negative 7 over 5Y ولتبسيط هذا المقدار نعلم أن جواب الكسر 15 over 5 يساوي ممتاز يساوي 3 وبذلك نكون قد توصلنا إلى مفكوك هذا المقدار الجبري وهو 3 minus 7 over 5Y وهذا يعني أن الجواب الصحيح لهذا السؤال هو الخيار A وبذلك نكون قد توصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم إلى اللقاء بكم في درس جديد آخر من دروس مادة الرياضيات للصف السابع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته